أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد في هذه الفقرة نحاول نلقى الضوء على آخر الاستعدادات والتفاصيل الخاصة باستعداد الأهلي للقاء المأولين العرب في هذه اللحظات فرق النادي الأهلي بتضرب في ملعب مختار التيتش بجزيرة لذلك أذهب مباشرة إلى زميل العزيزة كريم أحمد مراسل قناة الأهلي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد كل التحايا لك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي النهاردة التدريب مساء وكانت 48 ساعة الماضية تدريب صباح وكان فيه يوم راحة سلبية عايز أعرف منك آخر الأخبار والترتيبات والاستعداد للقاء المأولين خاصة أن خلاص العشر تيام اللي فاتوا نشوة الفوز على الزمالك بقى نبدأ نقفلها ونركز بقى في المرحلة الجاية إن شاء الله يعني بالتأكيد زميل محمد نقدر نقول للمرحلة الأخيرة في الاستعداد الخاصة بمبارات المقونون العرب إن شاء الله يوم الجمعة على أستاذ الألي والسلام يا رب إن شاء الله بإذن الله تركيزنا الكبير الحقيقة اللي كان في مبارات الزمالك والاهتمام الكبير والتركيز الأكبر كمان اللي كان الجهاز الفني والقيادة الفنية الرائعة جدا من بسو مسماني تستمر وكون انطلاقة جديدة زميل محمد إن شاء الله في مبارات المقونون لا حسابات خاصة عندهم عناصر مميزة جدا طبعا تحت قادة كابتن إعماد للنحاس واحد من المديرين الفنيين الموهوبين والمميزين جدا لكن بأكد لك زميل محمد إن حالة تركيز كبيرة جدا مع لعابة النادي الأهلي عن المرحلة اللي فاتت الحقيقة كان فيها مبارات طبعا تعارف فامينيت سمنوت بعيدا عن النتيجة وبعيدا طبعا عن عدم مشاركة عدد كبير من اللعيبة لكن الرجل طمن على أكثر من عنصر من الجزء البدني ومدى تركيز اللعبين آكت النتيجة كبيرة لكن جاز الفني بيبقى لي رؤية تانية طبعا في كل العناصر للشركة فيها هذه المباراة تدريبات محمد انت عارف زي ما انت قلت كانت صباحي خلال الأيام المضية النهاردة خلاص نقدر نقول أول يوم يستمر النادي الأهلي في تدريبه أربع عصرا وغدا إن شاء الله ومنها إلى معسكر مغلق لكن بنأكد طبعا على الحالة الكبيرة جدا حالة التركيز اللي فيها لعابة النادي الأهلي أهمية المباراة المحاضرات الفنية المستمرة والهاي لايس المستمرة الممكن بيتسو مسماني مركز عليه بشكل كبير جدا في مباراة المقاولون عندنا ثلاث مباراة وتوقف الدوري ومنها إلى معسكر لفريق النادي الأهلي لكن بناخدها خطوة خطوة وهي مباراة المقاولون إن شاء الله تكون بداية وانطلاقة جيدة وثلاث نقاط يساعد النادي الأهلي في الحفاظ طبعا على صدارة الدوري واستمر إن شاء الله النادي الأهلي في أداء والرائع والمميز اللي بيوسعد كل جمهور النادي الأهلي نقطتين يا محمد طبعا حابب أكد عليهم معاك طبعا الناس أكيدة تسأل على عودة الدوليين بيرسي تاو وأيضا كمان ميكي سوني بادر بنون كل طبعا اللعيبة الدولين اللي غابتها خلال الأيام الماضية يعني من تأكدات الكابتن سيد عبدالحفيز كل اللعبين الدولين اللي كانوا في متخابنا الوطني متوجدين بيعملوا طبعا ريكافري اللي انتعالف المجود كان كبير جدا المباراتين كانوا قويين جدا كل اللعيبة الحية اللي شاركت من النادي الأهلي كانت أداء رائع فنقدر نقول النهاردة ما فيش تدريب على قد ما هو ريكافري واستشفى ويمكن كمان برضو دي بتحطنا في جملة مفيدة طبعا حمد انتعارف هل الرجل هيستعين بعدد كبير من اللعيبة طبعا العيدين ولا المجود أكبر ولا الرجل هيحاول يوظف لعبين طبعا متوجدين في القائمة ما كانش بتشارك في المبارات الماضية كل الأمور دي نقدر نقف عليها غدا ان شاء الله لان يمكن كل اللعيبة النهاردة اللي رجعت من المنتخب سواء ميكي سوني بيرستاو ديانج بانون كل اللعيبة الحقيقة ما شاركتش نهارة في تدريب بالكامل على قد ما هي كانت تدريبات بسيطة جدا فيعني ان شاء الله بإذن الله على أمل نكون بكرة ان شاء الله كل اللعيبة متوجدة الدفع من عدم وبعدد من اللعبين ده يمكن رؤية طبعا الجهاز الطبي قبل من يكون الجهاز الفني لان انت عارف طبعا المجهود البدني الكبير اللي بوزل خلال الايام الماضية وخلال مبارات الماضية من كل اللعيبة محتاج طبعا اللقوف عليها على المستوى البدني فيمكن ان شاء الله بإذن الله على أرض الواقع في تدريب الأخير لفريق النادي الأهلي قبل مبارات المقاولون نقدر ان احنا نقيم مين هيخش فيها القايمة مين عنده القدرة البدنية ان هو ان شاء الله يشارك في مبارات المقاولون المباراة لها حسابات عديدة جدا مع فريقا للنادي الاهلي ومع أيضا الجهاز الفني لكن التحضير جيد ويمكن عندنا مجموعة كبيرة محمد والسكواد رائعة ومماز جدا ويمكن الفترة اللي فاتت كنا بنقول ان احنا عندنا اكتر من اللعيب في كل مركز ودي بتساعد وبتدي حيرة شوية للجهاز الفني فالأمر ده مش قلقنا اي حد من اللعيب ما يكونش متواجد فيها دي المباراة على قد ما يكون المتواجد وياخد الفرصة يقدي بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي واللي يرضي أيضا كمان جمهور النادي الاهلي تدريب اليوم نهاردة كان تدريب قوي كعته فقرات بدنية في البداية ولكن الجزء الأكبر يا محمد في هذه اللحظات هو التاكتك اللي بيحاول بيتسو موسماني يحفظ لعيفة للنادي الاهلي جمل كثيرة جدا ان شاء الله تطبق في مباراة المقورون العرب الحمد لله الأمور طيبة جدا لفريق النادي الاهلي وبنعمل ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير ومنها ان شاء الله لمباراة يوم الجمعة ويقدر النادي الاهلي حق ثلاث نقاط هيساعده النادي الاهلي بشكل كبير جدا في حفاظه على الصدر بإذن الله طيب كريم عايز اسألك على بيرسي تاو وعلى أليو ديانج يمكن دول أول اتنين لعيبة راجعين من الأجندة الدولية وكانوا برح خدوا راحة سلبية هل النهاردة كان في راحة إضافية ولا كان في تدريبات بها ودخلوا في التأسيمة الجماعية يعني بيرسي تاو وديانج ما ظهروش في التدريب الجماعية محمد لكن كان لهم جرعة تدريبية في الجيم بسيطة جدا ويمكن الراجل اكتفى ان هوم يكونوا متواجدين في الجيم لكن فرصتهم كبيرة جدا هوم يكونوا متواجدين في القائمة ومنها في مباراة المقاولون العرب لان انت عارف محمد اللعيبة دي ممكن ترجعي بادري عن لعيب المنتخب طبعا وعن علي معلول وادر بنون لكن نقدر تقول هنحكم عليهم بكرة وده يمكن الامر ان انا بأكد عليه بكرة في أرض الملعب مع التدريب ومع الجرعة على التدريبية الكاملة تقدر تشوف لان انت عارف محمد ممكن بكرة تلاقي اي حد بشتكي كدما فيه تقلي فيه جهدي فيه مجهود فيمكن زي ما بقولك اه دولا يمكن رجعوا شوية بدري عن لعيب المنتخب لكن التقييم الحقيقة يكون ان شاء الله على تدريب الغد من حالة البدنية والحالة الفنية الحالة الفنية طبعا معروفة عن كل اللاعبين لكن هي الحالة البدنية والمجهود هو ده اللي يمكن هيقيمه النادي الالي وقيمه الجهاز الفني من خلال تدريب الغد واننتظر ان شاء الله الاختيار في القائمة من هيكون موجود. مين مش يكون موجود. لكن الأمر المهم جدا. واللي احنا بنأكد عليه في كل مرة. أي لعيب يكون متواجد فيها القائمة. ياخد دور. يلعب في مركز. مش مركزه. هي فرصة. والفرصة كل لعب. لابد ان احنا يمسك فيها. لأن العدد الكبير اللي متواجد فيه فريق النادي الأهلي. والفواد الرائع والمماس جدا. كل لعيب نستني فرصة محمد. مباراة قوية. مباراة المقولون بنأمل أي لعيب يكون متواجد يتقلق. يساعد النادي الأهلي. ويساعد نفسه. إن شاء الله أنه يكون لي فرصة ودور كبير جدا. خلال الأيام القادمة. طيب. تلات لعيبة. يمكن الإصابة والتأهيل والبرنامج البدني. كان بخلهم بعيدين شوية عن المشاركة في المباريات. صلاح محصن. محمود متولي. ومحمد محمود. هل في إمكانية أن يكونوا موجودين في مباراة المقولين؟ ولا التلاتة لسه قدامهم شوية وقت الفترة الجاية؟ أكيد ده ممكن يكون ظاهر من خلال التدريبات الجامعية والتأسيم اللي بيعملها بيتسو مع الفريق. يعني هضيفها العليومة محمد كمان وليد سليمان. يعني وليد سليمان كمان يمكن كان من المجموعة اللي كانت في إصابة خلال الفترة الفتت. لكن ظهوره الحقيقة في مباراة 8 سمنود. سواء هو أو صلاح محصن. دون مؤشر أن اللعيبة جهزة. واللعيبة دخلت في الموت سريع. نتعرف خبرات وليد سليمان الكبيرة. وأيضا كمان إصرار. الحقيقة صلاح محصن هو يكون متواجد. الكل كان بيأدي أداء راعة في مباراة 8 سمنود. التدريبات كانوا بيأدوا فيها بشكل كبير جدا. محمود متولي أيضا كمان بيأدي تدريبات أكثر من رائعة. لكن الجهازية اللي يمكن قدر أقولك أكثر شوية من متولي. ومحمد محمود هي وليد سليمان وصلاح محصن اللي ممكن يكون لهم دوره في القائمة. لكن الكل الحمد لله ما عندناش إصابات. كنا كل مرة محمد على طول بنتكلم غيابتنا إصابتنا. لكن الحمد لله يعني وانا بكلم الوقت ما فيش أي لعيب مصاب فيه على النادي الأهلي وده أمر مهم جدا ودور الكبير الحقيقة اللي بيقوم بيه الجهاز الطبي بقاية أحمد أبو عبلا. دي حاجة بتطميننا بشكل كبير. المجهود كبير جدا اللي بيفزل محمد خلال أيام الماضية من الجهاز الطبي والجهاز الفني. فالحمد لله حاجة بنتمنى ان هي تدوب معانا. بنتمنى يبقاش في أي إصابات. لأن احنا محتاجين كل أنصر في لعيب النادي الأهلي خلال أيامها القادمة. عندنا تلات مباريوات مهمين جدا يساعدون بشكل كبير ويدوا شكل بشكل كبير جدا لجدول الدور العام. سواء في الدور الأول أو بشكل عام. لكن بأكد لك الرباع يجهزين بدنيا وطبيا. لكن الأجهز بشكل كبير جدا هو وليد سليمان وأصلاح محسن. طيب كل لعيبة دولية يمكن الحمد لله منتخباتها راحت لمرحلة الدور الفاصل. سواء حتى لعيب النادي الأهلي بشاركة ومنتخبنا عايز أعرف على بير ستاو. هل في جلسة في اجتماع اتعامل ما بين بيتسو مسماني مع بير ستاو. يالتنين جنوب إفريقيا. وفي نفس الوقت مسماني أكيد كان ليه تعليق على أحداث مباراة جنوب إفريقيا وغانا. هل أحداث المباراة لها تأثير على الأقل على بير ستاو؟ ولا شايف إزاي الجهاز الفنى هيتعامل مع فكرة أن إزاي لعيب ضع منه حلم كأس العالم. أنه هيئوا الفترة الجاية عشان يشارك ويكون عنده ضوافع جديدة مع النادي الأهلي. هي نقطة مهمة جدا الحقيقة زميلي محمد ويمكن مميزات الحقيقة بير ستاو مسماني بعيدا طبعا هو جنوب أفريقيا وأيضا كمان بير ستاو. يعني الراجل في الأمر ده مميز جدا. الحقيقة الجانب النفسي عنده مميز جدا. وكمان يمكن العلاقة الرائعة والمميزة والطويلة جدا بير ستاو وبي ستاو وبي ستاو مسماني. ده يمكن أكيد هيبقى لها دور بتبقى بقيمة بير ستاو مع المنتخب طبعا جنوب أفريقيا ده بيبقى أمر صعب شوية على العيب فبالتأكيد بير ستاو مسماني جلساته يكون مستمرة وأكيد يمكن أول ما بير ستاو وصل أكيد كان فيه جلسة جامعة بير ستاو على هذا الأمر الراجل أكيد بيتكلم على لابد يكون فيه نسيان ولابد يكون بركز مع فريقا للنادي الأهلي الراجل مميز جدا الحقيقة محمد في هذا الأمر بالتأكيد طبعا يعني جنوب أفريقيا ويمكن بير ستاو ويمكن ليهم لغة كمان معروفة بينهم من بعض فالأمر ده مهم جدا بنتمنى كمان بخبرة بقى بير ستاو العيب كبير والعيب بخبرة كبيرة أن الأمر ده ما يأثرش عليه بشكل كبير ويكون تركيزه الأكبر مع النادي الأهلي الهدف دلوقتي هو النادي الأهلي الهدف دلوقتي هو إسعاد جمهور النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله القادم يكون أفضل ونقدر نستطيع في مباراة المقاولين نحاها ثلاث نقاط بشكل كبير جدا يساعدوا النادي الألي في مشهور بطلت الدور العام زميل العزيزة كريم أحمد مراسل قناة الأهلي كان حاضر تدريبات الفريق وبالتأكيد آخر الأخبار من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شكرا جزيلا كريم وكل التوفيير للفريق إن شاء الله وبالتأكيد غدا إن شاء الله يكون فيه معسكر مغلق استعداد للقاء المولين يوم الجمعة إن شاء الله في إطار مباراة الأسبوع الرابع